جولة جديدة من محادثات أستانة حول الوضع السوري في سوتي برعاية الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار الذي لم يعد له وجود أصلا مباحثات أستانة التي يعتبرها البعض ورقة نعي للحل السياسي السوري وسط غياب الولايات المتحدة ومشاركة رمزية من المعارضة السورية اجتماعات تكرس هيمنة الروس على الملف السوري فعليا حيث ترغب روسيا من خلالها انهاء مسار جينيف للحل السياسي وتركيز الاهتمام على اللجنة الدستورية التي يفترض أن تتألف من ممثلين عن النظام والمعارضة عقد اللقاء في سوتي بدلا من أستانة هذه المرة يزيد من الترجحات بأن روسيا تسعى إلى تحويل المحادثات من المسار العسكري إلى آخر سياسي استكمالا للحوار السوري الذي عقد في المنتجع الروسي من دون إحراز أي تقدم للسلام في سوريا وعلى الرغم من أهمية ملف المعتقلين الذي يشهد تطورات في سوريا إلا أنه على ما يبدو أن اختيار اللجنة الدستورية وتحديد مهام عملها سيكونان أبرز النقاط التي يجري التحضير لها رئيس لجنة القانونية في وفد المعارضة ياسر الفرحان من جانبه قال إن قضية المعتقلين أولوية لا تتخلى عنها المعارضة لسيما بعد تسجيل النظام لمائتي ألف من المعتقلين كمتوفين الأمر الذي يثير المخاوف على من تبقى منهم في سجون النظام اختيار سوتي لاجتماعات مسار أستانة سيطر على الأجواء العامة هناك خصوصا أن المعارضة امتنعت عن الحضور بسبب المواقف الروسية المنحازة للنظام والمعاملة التي حصلت في مطار سوتي إبان مؤتمر الحوار السوري فضلا عن الغياب الأمريكي عن المباحثات غياب أمريكي شكل في النسخة الماضية حدثا مهما ومفاجأة كبرى لم تكن متوقعة إذ كانت قد خفضت مستوى تمثيلها تدريجيا في الاجتماعات من مستوى نائب وزير خارجية إلى خبير في النسخة الثامنة لتسود حالة من الترقب حيال الموقف الأمريكي أما الإعلام الروسي فقد رأى أن حل مسألة آخر منطقة خفض تسعيد في إدلب هي من سيحدد مصير التحالف بين الدول الضامنة ترجمة نانسي قنقر